إلى صحيفة فورين أفيرز التي نشرت مقال رأي يتناول تشكل نظام إقليمي جديد في ضوء تراجع الدور الأمريكي في المنطقة مقال الرأي للصحفيين داليا داساكي وسنام فاكيل بعنوان الشرق الأوسط وحده قادر على إصلاح الشرق الأوسط يقول الكاتبان إنه رغم استعراض القوى الأمريكي في الشرق الأوسط بعد أحداث السابع من أكتوبر فأنه لن يكون من الحكمة المراهنة على دور أمني وديبلوماسي كبير للولايات المتحدة في المنطقة على المدى الطويل ويضيفاني أن تعقيد الوضع في الشرق الأوسط نهيك عن التحديات الأخرى التي تواجهها واشنطن في مناطق أخرى من العالم قد يؤدي إلى تراجع الشهية الأمريكية للتدخل في المنطقة لسيما أن زيادة الانخراط في الشرق الأوسط لن يكون على الأرجح رابحا لأي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة ورغم أن التدخل والوجود الأمريكي سيبقى واقعا فأن انتظار واشنطن لأخذ زمام مبادرة لتحقيق سلام دائما في الشرق الأوسط سيكون بمثابة انتظار السراب نظرا إلى المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية ولا يبدو أن القادة في الصين أو أوروبا مهتمون بالعيب هذا الدور من هنا يشير المقال إلى الحاجة إلى أن تتحد القوى الإقليمية على رأسها مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وتركيا لتحدد مصارا مشتركا للمضي قدما فقد عززت قوى إقليمية جهودها خلال السنوات القليلة الماضية لإيجاد ترتيبات أمنية واقتصادية مما أتحى تقاربا بين دول الخليج وإيران وتركيا وحتى سوريا وخلص المقال إلى أن من بين الوقائع الصعبة التي كشفت عنها حرب غزة هي النفوذ الأمريكي المحدود في المنطقة غير أن ذلك يوفر فرصة لقادة دول المنطقة لإيجاد التسويات والتعاون الضروري في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر